أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في خدمة دروس لصف الأول متوسط ومع درس جديد لمادة العلوم وهو بعنوان مراجعة الفصل السابع والذي يتحدث عن الغلاف الجوي المتحرك وسيقدم محدثكم الأستاذ رائد بن يوسف المالكي من خلال هذا الفصل سنقوم اليوم بمراجعة أولا المحتوى العلمي الوارد في هذا الفصل وذلك من خلال مناقشة العديد من المفردات والمفاهيم الأساسية للغلاف الجوي المتحرك كما سنقوم أيضا بحل أسئلة الخاصة بمحتوى الفصل وكذلك سنقوم بتطبيق الطريقة العلمية وبعض مهارات حل الأسئلة والخاصة بالغلاف الجوي المتحرك في بداية الأمر سوف نتعرف على المفردات والمفاهيم الأساسية الموجودة في الغلاف الجوي المتحرك حيث يحتوي الغلاف الجوي المتحرك على عنوانان أساسيا وهما الغلاف الجوي والطقس وكذلك الكتل والجبهات الهوائية يحوي الغلاف الجوي والطقس عدة مواضيع من أهمها مكونات الغلاف الجوي وكذلك طبقات الغلاف الجوي ومياه الأرض وتقس الأرض وعواملة كما يحوي الكتل والجبهات الهوائية عدة مواضيع منها الكتل الهوائية الجبهات الهوائية مراكز الضغط المرتفع والمنخفض والأحوال الجوية القاسية إذن هذه عناوين الفصل السابع لما يخص الغلاف الجوي المتحرك سنبدأ أولا بالتحدث عن الغلاف الجوي والطقس وعن مكونات الغلاف الجوي دعونا في بداية الأمر نتحدث عن الغلاف الجوي ما هو هذا الغلاف الجوي؟ بالتأكيد أن الغلاف الجوي هي طبقة الغازات المحيطة بالأرض فجميع الغازات المحيطة بالأرض تسمى الغلاف الجوي وبذلك نجد أن جميع ما يحيط بنا هو ما يسمى بالغلاف الجوي أي أن الغلاف الجوي يحيط بنا في كل مكان للغلاف الجوي أهمية كبرى لأنه يزود الأرض بجميع الغازات اللازمة للحياة فالأكسجين الذي تتنفسه مصدره الغلاف الجوي كما يؤدي أيضا حماية المخلوقات الحية من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية كما أن من أهمية الغلاف الجوي يساعد على انتصاص الحرارة وتوزيعها إذن نلاحظ أن الغلاف الجوي يحتوي على جميع الغازات المحيطة بالأرض وتسمى أيضا الهواء فللهواء وزن ويحوي مادة يتكون الغلاف الجوي من العديد من الغازات ومنها النيتروجين وهو أكثر الغازات وفرة حيث يشكل 78% من الهواء أما الأكسجين الضروري للحياة يشكل 21% من الهواء كما يحتوي أيضا الهواء على غازات ضئيلة التركيز ومنها بخار الماء المسؤول عن تكون الغيوم والأمطار كما يحتوي أيضا على ثاني أكسيد الكربون وهذه الغازات الضئيلة تشكل 1% من المكونات الأخرى للغلاف الجوي وهو الهباء الجوي ومكونات الهباء الجوي الغبار وأملاح وأيضا حبوب لقاح ومواد سائلة ومواد عالقة فالغبار مثلا يدخل الغلاف الجوي بفعل الرياح والبراكين والأملاح تدخل الغلاف الجوي بفعل تحرك الرياح فوق المحيطات أما عن حبوب اللقاح تدخل مباشرة من النبات والمواد العالقة الناتجة من احتراغ الوقود الحفوري تعرفنا سابقا أن للغلاف الجوي طبقات فما هو مبدأ تقسيم هذه الطبقات يعتمد بالتأكيد تقسيم طبقات الغلاف الجوي على تغير درجة الحرارة مع اختلاف الارتفاعات ولذلك نجد أن طبقات الغلاف الجوي تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما طبقات سفلة وطبقات عليا فمثلا دعونا نتحدث عن الطبقات السفلة مثلا التروبوسفير فالتروبوسفير هي عبارة عن طبقة أقرب إلى سطح الأرض فهي تمتد إلى عشر كيلومتر وتحوي ثلاث أرباع مادة الغلاف الجوي والغيوم وجميع التغيرات التقسية تقريبا يخترقها خمسين في المئة من أشعات الشمس فتصل إلى الأرض درجة حرارة التروبوسفير تكون غالبا أعلى عند سطح الأرض وتنخفض مع الارتفاع والسبب يعود لأن معظم حرارة الغلاف الجوي هو مصدره الأرض أما عن الطبقة السفلة الأخرى وتسمى الستراتوسفير وهي تقع فوق طبقة التروبوسفير وتمتد من ارتفاع عشر كيلومتر إلى خمسين كيلومتر ويتركز فيها معظم الأوزون الجوي تزداد درجة حرارة الستراتوسفير كلما ارتفعنا نحو الأعلى لوجود الأوزون الذي يمتص الكمية الأكبر من أشعة فوق البنفسجية والصادرة من الشمس أما عن طبقات الغلاف الجوي العليا فمنها الميزوسفير وهي تمتد فوق طبقة الستراتوسفير وتمتد من ارتفاع خمسين كيلومتر إلى خمسة وثمانين كيلومتر فوق سطح الأرض الميزوسفير أكثر طبقات الغلاف الجوي برودة والسبب لأنها تحوي كمية قليلة من الأوزون لذلك لا تمتص إلا القليل من الحرارة أما عن طبقة الثيرموسفير فهي تلي طبقة الميزوسفير وتمتد من ارتفاع خمسة وثمانين كيلومتر إلى خمسمائة كيلومتر فوق سطح الأرض وترتفع دررة حرارتها إلى أكثر من ألف وسبعمائة درجة سيليزية تصفي أشعة الشمس من الأشعة الصينية وأشعة غاما أما طبقة الإكسوسفير فهي تمتد من أعلى طبقة الثيرموسفير إلى أن تتلاشى على حدود الفضاء وهي الطبقة الأخيرة من الغلاف الجوي تحوي القليل من الذرات إذن نجد طبقات الغلاف الجوي تنقسم إلى قسمين رئيسيين منها طبقات سفلة وتشمل التروبوسفير والستراتوسفير أما طبقات الجو العليا فهي الميزوسفير والثيرموسفير والإكسوسفير ومبدأ تقسيم هذه الطبقات يعتمد على تغير درجة الحرارة مع اختلاف ارتفاع الطبقات نأتي الآن إلى مياه الأرض تسمى الأرض بالكوكب المائي والسبب لأن الماء يغطي 70% من سطحها وللماء أشكال على سطح الأرض فمنها الحالة السائلة ومنها الحالة الصلبة ومنها الحالة الغازية فالحالة السائلة تقمن في المحيطات والبحيرات والمياه الجوفية والأنهار أما الحالة الصلبة فهي تتمثل في الغطاء الجليدي والحالة الغازية تتمثل في بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي يحدث للماء دورة في الطبيعة والمقصود بدورة الماء في الطبيعة أن المياه تتحرك بشكل مستمر في دورة لا تتوقع بين سطح الأرض والغلاف الجوي عن طريق مراحل تمر فيها المياه وتسمى هذه المراحل بالتبخر والنتح والتكثف والهطول إن الشمس مصدر الطاقة الرئيس لدورة الماء حيث تمتص المياه الطاقة الشمسية وتخزنها على هيئة حرارة ويدخل الماء الغلاف الجوي بسبب عمليتي التبخر والنتح فالتبخر هو تحول الماء السائل إلى بخار نتيجة زيادة طاقته أما النتح فهو يحدث في النبات بعد أن يصل بخار الماء إلى الغلاف الجوي يبرد وتتباطى حركته ويعود إلى الحالة السائلة مكونا الغيوم يزداد وزن الغيوم وتسقط المياه على هيئة خطول نأتي الآن إلى مفهوم طقس الأرض إن طقس الأرض يصف الحالة السائدة في الغلاف الجوي في مكان معين وخلال فترة زمنية قصيرة والشخص الذي يتابع الطقس باستمرار لتوقع الحالة الجوية يسمى عالم الأرصاد وللطقس عدة عوامل وهي درجة الحرارة والغيوم وسرعة الرياح واتجاهها والرطوبة والرطوبة النسبية والضغط الجوي دعونا نتحدث عن العامل الأول وهو درجة الحرارة لقد درست من قبل أن الشمس تزود دورة الماء بالطاقة والواقع أن الشمس تكاد تكون مصدرا لجميع أشكال الطاقة الموجود على كوكبنا وعندما تصل أشعتها إلى الأرض فإن الغازات تمتص الطاقة إن جزئات الغاز في حالة مستمرة ولكن عندما تمتص طاقة أكثر تتحرك بسرعة أكبر متباعدة بعضها عن بعض لذلك تعد درجة الحرارة مقياسا لسرعة حركة جزئات الهواء وتقاس درجة الحرارة بجهاز خاص يسمى الثرمومتر وعادة ما يكون تدريجه بالسيلولوز أو بالفهرنهايت عندما تصل طاقة الشمس إلى الأرض يحدث تسخيل لسطح الأرض مما يحدث انتقال للطاقة بين سطح الأرض والهواء المحيط به فعندما تنتقل الحرارة من سطح الأرض إلى الهواء الملامس له تسمى عملية التوصيل وهو عملية انتقال الطاقة الحرارية نتيجة استدام جزئات الهواء مع سطح الأرض أما عندما يتحرك الهواء الساخن إلى أعلى ويبرد بالتدريج ينزل إلى أسفل وتسمى نقل الطاقة بواسطة الحمل وهو عملية صعود الهواء الساخن وهبوط الهواء البارد أما العامل الآخر من عوامل الطقس وهو الغيوم كيف تتكون الغيوم؟ تتكون الغيوم عندما يرتفع الهواء المحمل ببخار الماء إلى أعلى فيبرد ويتكثف مكونا الغيوم وتصنف الغيوم اعتمادا على الارتفاع الذي تبدأ عنده بالتشكل إلى ثلاثة أقسام فمنها غيوم منخفضة ومنها غيوم متوسطة وغيوم مرتفعة فالغيوم المنخفضة تتكون على ارتفاع 2000 متر أو أقل من سطح الأرض ومن أمثلة هذه الغيوم المنخفضة الركامية والطبقية والطبقية الركامية أما الغيوم المتوسطة فتتكون على ارتفاع يتراوح ما بين 2000 متر إلى 8000 متر وقد تسبب أمطارا خفيفة ومن أمثلتها الغيوم الركامية المتوسطة والغيوم الطبقية المتوسطة أما عن الغيوم المرتفعة فهي تتكون على ارتفاعات كبيرة وتتكون من بلورات ثلجية وبعض الغيوم التي تتشكل بشكل عمودي على جميع الارتفاعات نأتي الآن إلى عامل آخر من عوامل الطقس وهو الرياح ما هي الرياح وكيف تنشأ الرياح هي عبارة عن هوا يتحرك من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض وتنشأ الرياح نتيجة اختلاف درجة الحرارة وأيضا الضغط وتحركه من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض والعوامل المؤثرة في سرعة الرياح هي الضغط وأيضا درجة الحرارة يستخدم لقياس سرعة الرياح جهاز أنيمومتر يستخدم هذا الجهاز لقياس سرعة الرياح وذلك من خلال قياس سرعة دوران أكواب فيه تلتقط الرياح كما يمكن إيجاد سرعة الرياح حسابيا وذلك باستخدام معادلة السرعة فسرعة الرياح تساوي المسافة التي قطعتها الرياح مقسوما على الزمن المستغرق لقطع المسافة تنشأ في الكرة الأرضية تيارات هواء عالمية والسبب يعود إلى اختلاف درجة الحرارة في المناطق المختلفة فأشعة الشمس تسقط على الأرض بشكل عمودي في المنطقة الاستوائية وتسقط بشكل مائل على المناطق القطبية مما يؤدي إلى تسخين المناطق الاستوائية بدرجة أكبر من المناطق القطبية وبسبب التوزيع غير المنتظم للحرارة على الأرض يتحرك الهواء الساخن من المناطق الاستوائية إلى نحو الأقطاب ويتحرك الهواء البارد من المناطق القطبية نحو منطقة الاستواء ونتيجة دوران الأرض حول نفسها ينحرف الهواء المتحرك نحو اليمين وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية نحو اليسار في نصفها الجنوبي وتعرف هذه الظاهرة بأثر قوة كوروليوس ناتي الآن للعامل الآخر من عوامل الطقس وهي الرطوبة كيف تنشى الرطوبة؟ إن الرطوبة هي مقدار بخار الماء في الغلاف الجوي وتؤثر درجة الحرارة على مقدار الرطوبة فبارتفاع درجة الحرارة للهواء يزداد التبخر فتضاف كميات أكبر من بخار الماء إلى الهواء وعندما تصل كمية بخار الماء إلى الحد الأقصى الذي يستطيع الهواء حملة يصبح الهواء مشبعاً وتبدأ عملية التكثف أما عن الرطوبة النسبية فهي كمية بخار الماء الموجودة في الهواء مقارنة بكميات بخار الماء التي يستطيع الهواء حملها عند درجة حرارة معينة فعندما يحوي الهواء الحد الأقصى الذي يستطيع حمله من بخار الماء عند درجة حرارة محددة فإننا نقول إن الرطوبة النسبية تساوي 100% أما العامل الآخر من عوامل الطقس وهو الضغط الجوي تعلمنا من قبل أن للهواء وزناً بسبب جذب الأرض له لذا فإن وزن الهواء يولد ضغطاً ويتناقص ضغط الهواء كلما ارتفعنا في الغلاف الجوي بسبب تناقص وزن الهواء الذي يعلونا تنتقل الآن للقسم الآخر من مراجعة الفصل السابع عن الغلاف الجوي وهو الكتل والجبهات الهوائية في بداية الأمر سوف نتحدث عن الكتل الهوائية ما هي هذه الكتل الهوائية؟ إن الكتل الهوائية هي عبارة عن كمية ضخمة من الهواء تتشكل عادة فوق مناطق محددة من سطح الأرض وعندما تدخل كتلة هوائية مختلفة إلى منطقة يتغير الطقس في تلك المنطقة والكتل الهوائية أنواع فمنها كتل هوائية حارة وكتل هوائية باردة أما العوامل المؤثرة على الكتل الهوائية فهي درجة الحرارة والرطوبة ما الذي سينشأ من تقابل كتلتين هوائية مختلفتان في درجة حرارتهما؟ الذي ينشأ هي جبهات هوائية فالجبهات الهوائية هي الحد الفاصل بين كتل هوائية مختلفة في درجة حرارتها والجبهات الهوائية ثلاثة أنواع فمنها الجبهة الباردة والتي تنشأ في الحد الفاصل بين كتلتين أحدهما باردة والأخرى دافئة بحيث تندفع الكتلة الباردة إلى أسفل الكتلة الدافئة فترتفع الدافئة إلى أعلى أما الجبهة الأخرى فتسمى الجبهات الدافئة تتكون عندما تندفع كتلة هوائية دافئة إلى منطقة أكثر برودة فترتفع الكتلة الدافئة الأقل كثافة للأعلى ويسمى مكان إلتقاء الكتلتين جبهة دافئة أما النوع الآخر من الجبهات فتسمى الجبهة الثابتة تتكون عندما تلتقي كتلة هوائية دافئة مع أخرى باردة دون أن تتقدم إحدهما على الأخرى وتتشكل الغيوم وتتساقط الأمطار على طول الجبهة الثابتة وقد يكون الهطول غزيرا والسبب بطء حركة هذه الجبهة نأتي الآن لمفهوم آخر وهي مراكز الضغط المرتفع والمنخفض يحدث على سطح الأرض ما يسمى بالمرتفعات الجوية وأخرى تسمى المنخفضات الجوية إن المرتفعات الجوية تتكون في مراكز الضغط المرتفع فعندما ينزل الهواء لأسفل ويصل إلى سطح الأرض ينتشر مبتعدا عن المركز وينتج عن هذه المنطقة ظروف جوية مستقرة أما المنخفضات الجوية فهي مراكز ذات ضغط منخفض تتشكل في هذه المناطق تيارات هوائية صاعدة إلى أعلى مما يؤدي إلى برودة الهواء ووصوله إلى درجة الندى فيتكثف وتهطل الأمطار لذلك في المنخفضات الجوية ينتج عنها ظروف جوية غير مستقرة يحدث في الكرة الأرضية أحوال جوية قاسية وتتمثل بوجود عواصف رعدية وعاصير قمعية وأعاصير بحرية فكيف تحدث هذه الأحوال الجوية القاسية؟ العواصف الرعدية تنتج بسبب اضطرابات الجوية من صعود التيارات الهوائية وهبوطها وتصل فيها سرعة الرياح إلى 50 كم لكل ساعة ينتج من العواصف الرعدية حدوث ما يسمى البرق وهو يتكون من نتيجة لتدفق السريع للطاقة الكهربائية بين المناطق مختلفة الشحنة الكهربائية وبعد ذلك ينتج من البرق صوت يسمى الرعد وهو يتكون عندما ترتفع درجة الحرارة بشكل كبير ومفاجئ مما يؤدي لتمدد الهواء بسرعة وينجم عن ذلك انفجار صوتي أما العاصير القمعية فتحدث بسبب تقابل الهواء الساخن الرطب والهواء البارد الجاف وليوصف هذه العاصير هي عبارة عن تيارات هوائية صاعدة تبدأ بالدوران على شكل دوامة مكونة غيما تشبه القمع وقد تؤدي قوة الإعصار القمعي إلى تحطيم كل ما يقابله أما العاصير البحرية فتحدث نتيجة دوران الرياح حول مركزها في مناطق الضغط المنخفض في المحيطات الاستوائية والتي قد تستمر لعدة أسابيع من خلال ما تم تقديم من معلومات دعونا نتشارك في حل بعض الأسئلة المتعلقة في الفصل السابع الغلاف الجوي المتحرك ونبدأ بالسؤال الأول استخدام المفردات املأ الفراغات في الجمل التالية بالكلمة الصحيحة ما الذي يصف الحالة الجوية السائدة في الغلاف الجوي؟ إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ الذي يصف الحالة الجوية السائدة في الغلاف الجوي هو الطقس إذن الإجابة هي الطقس ننتقل لسؤال آخر وهو أيضا إملأ الفراغات الحدود بين كتل هوائية مختلفة ماذا تسمى؟ إن الحدود بين كتل هوائية مختلفة تسمى جبهة هوائية إذن أحسنتم هي الإجابة هي جبهة هوائية السؤال الثالث الغبار والأملاح وقطيرات الماء في الغلاف الجوي ماذا تسمى؟ إن الإجابة هي الهباء الجوي فجميع الغبار والأملاح وقطيرات الماء في الغلاف الجوي تسمى الهباء الجوي إذن أحسنتم هي الإجابة الهباء الجوي كميات الهواء الضخمة التي تتشكل فوق منطقة معينة على سطح الأرض وتكتسب خصائصها ماذا تسمى؟ إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ إنها تسمى كتلة هوائية فكميات الهواء الضخمة التي تتشكل فوق منطقة معينة على سطح الأرض وتكتسب خصائص هذه المنطقة تسمى كتل هوائية ننتقل لنوع آخر من الأسئلة وهو التفكير الناقد فالسر لماذا يكون ضغط الهواء على سطح البحر أعلى من الضغط فوق الجبال؟ إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ إذن أحسنتم إن السبب يعود إلى تناقص وزن الهواء فوق الجبال ولذلك تلاحظ أن كمية الهواء على سطح البحر يكون أكبر من كميات الهواء الموجودة على سطح الجبل ولذلك فإنه يولي الضغط أعلى على سطح البحر بينما يقل كلما ارتفعنا فوق سطح البحر ننتقل لسؤال آخر فسر لماذا ترى البرق قبل أن تسمع الرعد إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال والتي من خلاله نستطيع تفسير أن نرى البرق أولاً وبعد ذلك نستطيع سماع الرعد إن الإجابة هي أن الضوء الصادر من البرق أسرع من الصوت الذي نسمعه أثناء الرعد ولذلك لأن الضوء أسرع من الصوت فإننا نرى البرق أولاً وبعد زمن محدد نسمع الرعد إذن الإجابة هي أن الضوء أسرع من الصوت لذلك نرى البرق وبعد زمن محدد نسمع حدوث الرعد نأتي لسؤال آخر وهو أذكر طبقات الغلاف الجوية الخمس بدءاً من سطح الأرض إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال إذن أحسنتم الطبق الأولى والتي تمتد من سطح الأرض مباشرة إلى مسافة 10 كيلو متر ارتفاعاً عن سطح الأرض تسمى طبقات التروبوسفير بعد ذلك تأتي طبقة تسمى السطراتوسفير وهي تمتد من 10 كيلو متر إلى 50 كيلو متر تعلو هذه الطبقة طبقة أخرى تسمى الميزوسفير وهي تمتد من 50 إلى 85 كيلو متر كما يوجد أيضاً طبقة تسمى الثرموسفير وهي من 85 كيلو متر إلى 500 كيلو متر وأخيراً طبقة الإكسوسفير التي تمتد من 500 كيلو متر حتى تتلاشى في الفضاء إذن طبقات الغلاف الجوي تبدأ بالتروبوسفير ويعلوها طبقة السطراتوسفير وبعد ذلك الميزوسفير والثرموسفير وأخيراً الإكسوسفير نأتي لنوع آخر من الأسئلة وهو الاختيار من المتعدد يسمى تحول بخار الماء إلى حالة سائلة في دورة الماء هل هو ألف التكثف باء التبخر جيم الهطول دال النتح إذن ما هو الاختيار الصحيح من بين الخيارات الأربعة؟ إن الإجابة هي عملية التكثف إذن التكثف هو تحول بخار الماء إلى حالة سائلة وهذا ما يحدث في دورات الماء نأتي للسؤال آخر ماذا يحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة؟ هل يحدث خطول أم توصيل أم إشعاع أم حمل؟ إذن كيف نستطيع الإجابة على هذا السؤال؟ الذي يحدث هو عملية تسمى عملية التوصيل إذن عملية التوصيل تحدث عندما تنقل الجزيئات المتصادمة الطاقة نأتي أيضاً لسؤال آخر من أول من أثبت أن للهواء وزناً؟ هل هو العالم هوك؟ با تورشيلي جيم بويل دال غاليليو إذن من هو العالم الذي أثبت أن للهواء وزناً؟ إنه العالم جاليليو وصلنا إلى نهاية الدرس على أمل أن لقى بكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر